ومعنا ومنورانا النهاردة الصحفية والمحررة العسكرية الأستاذة مهة سالم اللي هنتكلم معاها النهاردة عن نصر أكتوبر المجيد وازاي الكتاب والمفكرين عبروا عن هذه الحرب المجيدة في كتابتهم أهلا بحضرتك أستاذة مهة أهلا بك يا صدرات منورانا وسعداء بلقاء حضرتك جدا كل سنة وحضرتكم طيبين ودايما بطشرف ونا معكم إحنا الشرف لينا خلينا نتكلم شوية عن انتصارات حرب أكتوبر من وجهة نظر حضرتك قد ايه مهم ان احنا نكون بنوصل كل الرسائل وكل البطولات اللي حصلت في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة لينا ولكل الأجيال والشعبنا ونأكد بيها على مصريتنا بنحافظ بيها على وطنيتنا ولسه عمالين نكتشف فيها كل شوية حاجة جديدة الأول بحب جدا أن أنا من خلال البرنامج أن أنا أهني الشعب المصري كله وقواتنا المسلحة الباسلة بالانتصار العظيم اللي غير شكل المنطقة وشكل العالم وأصبح يدرس في كل الأكاديميات العسكرية من بعد الانتصار رغم أن احنا مر على 51 سنة لكن أصر معنا لغاية دلوقتي عايزة أقول لحضرتك أن أهمية التوصيق هو ما يقلش أبدا عن شغل جهد الانتصار وجهد المعارك احنا في حضرات اندصرت لأنها لم تسجل حضرة المصري القديمة لازالت باقية لأن المصريين القدماء حارسوا على توصيق وتسجيل كل تفاصيلها على حوائط المعابد وعلى جدرانها وعلى سجلات والبرديات وده اللي وصلنا النهاردة أن احنا عندنا حضارة بنفتخر بيها العالم كله يعني بيباهي بيها أن الإنسانية وصلت لهذا المستوى جميل إذن التوصيق والكتابة والتسجيل بكل لغات العصر بكل أدواتها ده حاجة لا تقل أهمية أبدا عن الحدث نفسه لأن ده اللي بيحافظ عليه صحيح ودايما المنتصر هو راح بالرواية واللي لازم أنه هو يسجلها علشان الأجيال الحالية والأجيال القادمة وإلى أبد الزمان يبقوا عارفين بالضبط الأحداث كما حصلت ترجمة نانسي قنقر